حقق الكويتي وأحمد أشكناني والمصري رامي لسباعي من فريق نادي أكسجين لكمال الأجسام جازا غير مسبوك في بطولة ميستر أولمبيا للمحترفين التي استضافتها ولاية لاس فيغاس الأمريكية وحقق أشكناني الميدالية الفضية لبطولة ميستر أولمبيا للمحترفين في أتة مائتين واثني عشر وانالاستحسان الجماهير والمتابعين بعد المستوى الذي قدمه ونفس به بقوة على الذهبية كذلك فاز رامي لسباعي بالميدالية الفضية للوزن المفتوح بعد منافسة قوية مع حامل اللقب الأمريكي في الهيثة حيث نال شهادة الجمهور لإستحقاقه الفوز بالبطولة وقد عرب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لبناء الأجسام ورئيس الوفدة بدر بودي عن الفخر بما تحقق من إنجازات في البطولة الأكبر والأهم على مستوى العالم مضيفا إن الإسباعي وأشكناني نجح في كتابة أسمائهما بأحرف من نور في سجلات بطولة المحترفين على المستوى العالمي